السلام عليكم كنت من ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله سنتقاسم معكم مثمن بلزبدة مورق مقرمش محمر الكمية اللي سنعطيكم ستخرج لكم تسعود ديال الحبات بحجم كبير اللي بغت كمية اكتر ضاعف المكونات اللي سنعطي ان شاء الله في الفيديو سنحتاجوا زلافة ديال الدقيق هذا الفرص الرطب مايو عادل ميتين وخمسين جرام رابعة كنغربلوها ضروري باش تسهل عملية العجل وغدي نحتاجوا ايضا ميتين وخمسين جرام ديال الفينو او الساميد الناعم اخواتلي مايتوفروا شعلي الفينو وعندهم الفرص لحرش غدي تخلطوا الفرص الرطب مع الفرص لحرش كتخلطوهم كتحصلوا على نفس النتيجة وضعت نصف كيس من خميرة الحلويات اللي كتبقى اختيارية ملح ورشيشة كيف شفتو معايا ديال الخميرة الخبز كنخلطوا النواشف جيدا وعنده هنا 350 ميلي لتر اي جوش كيسان ونصف تقريبا ديال الماء وخلطت معه شوية ديال الحليب يكونوا بدرجة حرارة المطبخ غادي نوضع من ذاك الخالي ديال الحليب والماء اللي عندي مخلط على الدقيق ووضعت معه القا ديال العسل وغادي نبدأ نعجن اما باليد ديالكم او بالعجانة باش مبغيتو اخواتي اللي غادي عجنو بيد ديكم غير جمعوها غير جمعوها كالعجينة وغطيوها بالبلاستيك وعودو رجعو لها كتلقوها الدلكات وكتحصلوا على نفس النتيجة ديال العجانة هدا هو القاوام عندي هنا تقريبا دخلت 350 ميلي لتر ديال الماء العجينة مكتكونش قاسح مكتكونش زعماء خفيفة وبما اننا عدنا فيها الفينو خاصة تدلك مزيان سواء باليد ديالكم او بالعجانة ترجع كيف لاحظتم معايا في الفيديو في الاخير كان ندهنو بالزيت وكان عاودو نجمعوها واحد جميعا خفيفة وكيكون هدا قاوام العجينة فمباشرة غادي نقطع العجينة ديالي ما غاديش نخليه يرتاح والعجين كي يصبح يعني ما كيت تدلك مزيان ذاك الفينو مكيبقاش باين الفينو دائما دا درتوه في المسمن سواء خلطوه مع الفرس او بوح ديتو خاص يتدلك مزيان وغادي نشكل الكويرات ديالي المسمن دهنت لطلاطو بالزيت وصفيو كان بدا نقطع الكويرات ديالي درتوهم انا شوية كبار طبيعة الحنتو ما كنت تحكموا بغيتوهم صغيرين او كبار انا عزيزة ليار غايف يكونوا شوية كبارين العجينة اللي اعطيتكم قسمتها على تسعود ديال الحبات كبير برين ما شاء الله في الاخير كندهنهم على الوجه بالزيت وغادي نغطيهم بالسلوفين او باي بلاستيك وغادي نخليهم يرتاحوا مدة ديال الارتياح في هاد المرحلة عندكم الاختيار على حسب الوقت ديالكم المهم من 4 ساعة الفوق يعني من 15 دقيقة الفوق هاد المرحلة هادي كل مرتاحوا في الطليق غادي سهل عليكم انا مهم قط كورتم وحتى قضيت الشغول ديالي كامل وجد دابة باش نكمل عليهم يعني اعطيتهم الوقت ديال الراحة غادي ناخد هنايا الفينو او السميدة المتوسطة اللي كان متوفر انا ما كانش متوفر عندي السميدة المتوسطة وعملت يعني غادي نورق بالفينو خلط معاه نصف كيس ديال الخاميرات الحلويات وعندي كاس ديال الزيت بالنسبة للفينو خديت تقريبا كاس قل الارباع هاكدك والزيت كاس كاس ديال الزيت غادي نبداب الكويرة الاولى فوق سطح العمل كندهنو بالزيت وكنتلقو بهاد الشكل بالنسبة اللي عجينا فيش كل قاوم ديالها هو هادك وفاش تترتاح مزيان ما كانت تتقطاعش الا الا مثلا هكا يعني كانت شي حاجة لتقطعها اما العجينا يعني كل ما رققتوها وهي كترقق يعني ما كانت تقطاعش كنجبدوها كمزيان ودائما ركزو على الجوانب كندير واحد هنا خفيفة بالزيت غير واحد هنا يعني ما تكتروش الزيت مش مكيجيو شيم زيتي ورشيشة دياله ساميد بالنسبة الخميرة الحلويات اللي متيبغيهاش عاوضوها بالنشاء او الميزينة خودوا السكين او جرارة وغا تقطعوه كل التيجاه ثلاثة ديال الشريطات بهاد الشكل مقابلين مع بعديتهم فانا متصورتلي شي اللقطة غا نعاود معاكم وحد اخرى او كان بدان طوي كان طوي الجانب الاول كان طوي عليه الجانب الثاني وكان قلبها على آآ الشارة التاني بهاد الشكل وكان قدهم هكي يجي يرى يعني لجوانب على بعضهم وكان طوي med الجيهة الاخرى وهناك عرا ما تنضير الش الزيت وبحالة فقيتو تديروا الزيت حتي يبلكم ناشف حتي تتبلكم هكة العجينة ناشفة اما غا دك شوية زيت iamente نعملوا في الورة ما شاء الله كي جو غزالين والسر ناء راجع العجينة اذا كانت مزيونا وكانت مرتاحة ما كان حتاجوش بزاف ديال الزيت وبزاف ديال الزبدة بش يجيونا داك المسمنات مورقين كيف لاحظتم معايا كان نبقاو غاديين وكان طوي وكان طوي الجوانب كان نعاود ونطوي 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 الجوانب وهي غادي حتى كنجمعون المسمنات ديالنا كيف موضح في الفيديو غا نطلق وحيدة اخرى بش توضح لكم مزيان لاحظوا معايا كان طلقوا العجين رقيقة فوق سطح العمل انا هنا ما طلقت هاش رقيقة بزاف غي بش توضح لكم مزيان لانا فاش تنطلق بزاف الكاميرا ما كتش دليش المساحة كلها كان دهنود هنا خفيفة بالزيت كان رشو بالسامد وغادي نجيبو يا سكين يا جرارة وغادي نقسمو الجوانب بهذا الشكل ثلاثة ديال الشريطات في التجاه وكان بده نطوي الجانب الاول لجانب التاني ونقلبو ونطوي الجوانب او ثاني نقلبو ذاك المسمنة اللي كان حصلو عليها وكان طوي الجوانب وفي اخر مرحلة هكا كان قلبو وكان طوي الجوانب كان حصلو على المسمنة مربعة شهو منها صافي اللي كان ربعوها كان حطوها ونغطيوها بالسلوفان اخوات اللي بغوزة ما هكا في اللي يديرو غير جو الشريطات ممكن غادي تحصلو على توريقات اقل في الداخل كل ما قدرتو ذاك الشريطات اكتر في الجوانب بكتحصلو على توريق اكتر هنه درت غير جو الشريطات في الجنب بقا نحصلو على مسمنا ايضا مربعة وبهات الشكل يعني بطريقة سهلة كانورقوها الطريقة هادي بززا وغات عجب بمبتدئات وهكا دائما كنجيبو طرق اللي سهلين وهكا نغيرو بيه من بعد ما كنكمل التوريق كامل كندوز ناول مسمنا كنكون ورقنا وكنتطلقوه فانا كي عجبني هالطريقة هادي فشتنكمل التوريق كندوز ناول وحدة دا كنربع اللوولين وكان طلقهم فوق سطح العمل كاملين وكان بدا مقابل الطيب كان بقى نطيب واحدة مر واحدة واحدة مر واحدة كي يكونوا عندي مطلوقين كان كمال ربعة عبتاني كان طلق الربعة الاخرين اللي بقى وكان طيب بهات الشكل هذا واذا كانوا عندكم مثلا جوج مقاليس قدروا يعني تخدموهم في جوج صافي كان بدان دير المقلة ديالي حتى كتسخون كان دهنها واحد ديالي خفيفة بالزيت وكان بدان طيب فغير مرة اللولة اللي كان عملوها كشوية ديالي صافي وكان بقى نقلب المسمن ديالي ونعاود نقلبوه والنر متوسطى حتى كي يطيب ويتحمر من الواسطة ومن الجوانب كنتو غاد حتفضو به ديرو غير نصف ديال الطيب حيت ما شاء الله فش تنرجعو نسخنو هرا كي عاود يتحمر فما شاء الله كينتفق بهات الشكل كي يجي فيه واحدة حميرة غزالة وانتو ما تطيبوه كي يطلق واحدة الريحة يا سالم صافي اللي كان الطيب كنحيدها كندير شوية دزيت في المقلة وشوية هكا منعا الواجه وصافي غير هكا غاي بدا يدخلها الطيب شوية كنقلبها قبل ما تتحمر كنخلي داك الحمورة تاخدها بشوية بشوية يعني وانا كنقلب وانا كنقلب وهي كتاخد داك الحمورية وكتنتافخ ما شاء الله هكا يعني كن نستمرو بالطياب حتى كتشد لي وحت حميرات ذهبية زوينة من الجيهتين بجوج ومنين تشوفوها كناشفة مثلا عاد تديرو شوية تزيت اما اللي شتوه يعني يعني الزيت كاين في المقلة ما يحتاجش يعني في الطياب تزيد والزيت صافي كتاخد لي هاد الوين هادا مذهب من الجيهت صافي كنحيدو المسمن دينا ودائما كنجيب واحد الورق ذاك الورق بحل الورق الزبدة هو اللي كنحط عليه المسمن منين كان طيب كي يشرب داك الزيت و المسمن دينا كي بقى محافظ على القرماشة هنزيد معاكم غير الطياب ديال هاد الوحيدة وصافي ونكملو بش ميجيش الفيديو طوال من هكدا صافي هو كي طيب ضروري قلبو عودو قلبو قلبو عودو قلبو باش يتحمر لكم وينتفخ ويجي مورق اذا حطيتو المسمنة ونسهيتو عليها حتى تحمرت من الاسفل وتقرمشت ما كيجيش مورق بحل طيبته بهات الشكل وانتو ما كتقلبو تعودو تقلبو المسمن دينا بعد ما كان طيبو كيكون بهات الشكل هذا ما شاء الله كيجي واحد المسمن باش يتكون فيه رائع جدا نحن المجموع ما بين دقيقو والفينو نصف كيلو وماشاء الله يعني كيحط لينا تسعود ديالوحيدات بحجم كبير ما شاء الله وانا كالرقاق يعني فاش تنبغين طيبو را كالرقاق اخواتلي سيبغيو هكا المسمن يكون شو يا غليد را يجيوكم بطبيعة الحال صغير ورين انا كان راقو كان بغي يجيني هكا الرقيق ومورق من الداخل ودك توريقة ترقاقين وكنقسم معاكم المسمن بتشوفو كيف نو من داخل فبهات الشكل هذا ما شاء الله كيجي كيجي رائع جدا مورق بنين بنا ديالو كيجي غزالة والهاشاشا كيدوا بهذا المسمن في الفم كنتمنى ان شاء الله تجربوه بهات الطريقة هادي بالنسبة للتوريق تقدروا تديروا اي طريقة ولكن تبعوا العاجين وحتى هالتوريق هذا كي يعطينا واحدة توريقة تمزيبين في الواسط كيجي واحد المسمن شهو منه ما شهيتكم فيه نتمنى ان شاء الله تجربوه اقتصادي بزاف وكيجي رائع جدا وماشي بالضرورة نديرون مسمن بالزبدة باش نحصلوا عليه بدك التوريق فكنوريكم التوريقات ممكن نقسم ونعود نقسم باش تشوفوه معايا باش تقتنعوا ان شاء الله وتجربوه متأكدا ان شاء الله هدا جربتوه غاتولي وتعتمدو هالطريقات هلأوا لفرسكم دمتم في امن الله اشتركوا في القناة